اشتركوا في القناة بشكل عام او اشيل الفيديو ونزلوا فيديو جديد بدال ويشرح بالتفصيل الحاجات الجديدة في كل حالات اليوم حنتكلم عن الانسباريشن والفكرة في الانسباريشن شوية مختلفة عن الفكرة في البقية نفاكرين قلنا في البرسيجن يعني نبقى نضرب ضربات خفيفة بس متسارعة كل شوية نضرب شوية 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 حقتنا بس بمعنى من تنفع للمعجز للتانكس وللتانكي سبورت عشان سستين ودورابيليتي يعني يعيش مرة كثير يعني ما اموت بسرعة وسستين يعني رجع كثير وكراوت كنترول يعني اسوي ستن وسلو والشغلات هذه المشابهة لها بعد كده عندنا الانسباريشن انسباريشن قرروا يسوي حاجة اسمها كرياتيف تولز اندرول بندن ايش يعني كرياتيف تولز يعني يعني اخترع حاجات في اللعبة اوكي نبغى نطلع حاجات ما تمشي على قوانين اللعبة قوانين اللعبة اللي هو والله زي ما حتشوفه ان شاء الله في الكلوب تمانسي مسلا تضرب ضربه فجأة يجيك مية تضرب ضربة تانية يجيك يجيك شي اسمه يجيك من القدام يجيك حاجات في القيم ما هو الوضع الطبيعي المفروض لها وتتمد على الحظ أكثر مما تتمد على حاجاتنا طبعا في حاجات تانية ما تتمد على الحظ بس عامة انه كانت الفكرة فيها نبغى نخرب اللعبة او مو نخرب اللعبة نبغى نعطي كده منطق في اللعبة جديد ما حد يحسب حسابه عشان الناس اللي عندها خيال واسع يقروا سوي حاجات ما حد يتوقعها وحنشوف يعني أنا صراحة يعني في حاجات كثيرة لسه ما شفناها عشان الانسباريشن لسه دوبها نزلت بس متأكد مية في المية انه في التري هذي حتخلينا نشوف طريقة لعب جديدة ما عمرنا شفناها في الكين في كل حالات خلينا نبدأ عن انسباريشن زي ما قلنا يا شباب دايما كل ما تاخد اي وحدة اي رون خط اساسي او برايمري السكنداري حقها يكون ثابت مثلا لو خط البرسجن برايمري السكنداري دايما لما تاخدها يكون عندك البيستاتس اللي هو 18% تاكسبيد الوحيد اللي شدت عن القاعدة هذه اللي هي الانسباريشن الانسباريشن على كل سكنداري تانية تعطيك شي اسمه؟ تعطيك ستات مختلفة مثلا لو خطت الخط الاساسي والخط الثانوي هيعطيك 20% تاكسبيد طبعا نفسه البرسجن فاكنين كان يعطي 18% تاكسبيد هذه تعطيك 20% يعني 2% زيادة بزائت انه يعطيك 20% بوشن عن الالكسر دوريشن البوشن لما تاخد الهيلث بوشن ولا الالكسر يزيد وقته 20% بس دايما يديك الالكسر شوفوا لو طالع البوشن والتايم حق الالكسر يزيد 20% 20% 20% ويزود لك الستات حق التري اللي انت تاخدها كويه يعني اهو بلسجن 20% تاكسبيد ستاشر التاك دامج سبع وشرين بلتي باور بدل 11-18 ستاش سبع وشرين نفس الشي بدل 11-18 اكشيدي هديك قاد بشوية مختلفة بس من في هكذا الرقام مية وثلاثين هيلث هنا يرطيك مية وخمسة واربعين هيلث فمن يوم ما تاخد انسبريشن على طول السكندري حقك يختلف باختلاف التري أو الخط الثانوي اللي تاخده على حسب انتاج تبغى في كل حالات طبعا هذي الميزة الأولى عشان يبغوا الناس يبدأوا يفكروا فيها شوية طبعا اه اه انا كيديد شي دائما باخد مثلا بس عشان الستاتز زيادة هنا وحطونا شوية حركات وشوية رونز ممكن تنفعك تاخد فيها يعني تاخدها يصير تاخد هذي ولسه ما تخسر برضو تاخد بسجن سكندري وما تروح عليك ال 20% تاكسبيد أو ال 18% تاكسبيد اللي انت ما اخدها من هناك في كل الحالات الـ Keystones الاساسية عندنا الـ Unsealed Spellbook عندنا الـ Glacial Augment وعندنا الكليبتومانسي طبعا افتكروا الاسماء هذي يا شاب لان الاسماء هذي ما تتعرب ولا هذي يقول ليش انت تهرج بالانجليزي لا انا ما هرج بالانجليزي انا هرج بالعربي بس الكلام اللي في القيم هذا عنقليزي فلما تكلم عنقليزي لما تقول اسم شي بالعنقليزي لازم فهم في كل الحالات Unsealed Spellbook Fade Summoner Shard في 2 دقيقات والزياد كل 6 دقيقات خد Summoner Shard كل دقيقتين و بعدين واحدة ثانية كل 6 دقائق في القيم ماكسمو حايكون عندك شاردين Stackين الـ Stackات هذي إيش تقعر تساهد لك تسويه تقعر تخليك تغير Summoner Spells حقتك يعني عندك أول ما بدأت القيم ام شاسمه ام Flash و heal ولا Flash و Ignite ترجع الباست تيقر تغير الاجنايت حقك لتي بي تيقر تغير الفلاش حقك لها تيقر تغير الين اتنين في نفس الوقت فاول دايقتين ما في تغيير يعني انت ما اخذ اللي في البداية اول ما تخلص دايقتين تيقر ترجع يكون عندك واحدة تغييرها وبعد كده كل ستة دقائق تجي كشار تيقر تغير فيها وطبعا لازم تكون جنب الشب لازم تكون في البيس مش في اي محل تبتغيرها في اي وقت زي ما تبقى تمام والميزة التانية الكبيرة اللي فيها انه تنقص حق السمنرر حقتك 25%. يعني تنقص الجودان حق السمنرر حقتك 25%. لو عندك فلاش الكلدان حقها 300 لو عندك هذه هتنقصها 25% من 300 كم ان شاء الله 75 يصير 25 فحتنقص الكلدان حق الفلاش حقك 25 وهكذا الباقي. الشي الوحيد الشيء الضروري لازم نفهمه في هذا اللي ما هو مكتوب هنا يعني يعني نطالع هنا طبعا لو انت داخل ال game بsmite هتقدر تشتري smite item ال item حققتها smite فيكرينها انه ما تجد تشتريها اللي كان عندك smite بدأت ال game هذه اذا داخل ال game ومعاك smite تجد تشتريها بس لو انت بديت ال game ما معاك smite بعدين رحت اللين بعدين رجعت وقلبت لsmite ما تجد تشتري ال item حققتها smite فاذا انت من ال champions اللي يحتاج ال smite item بس بعدين ممكن تشيل ال smite بعدين لانه عندك abilities تغنيك عن smite زي نونو كونسيوم زي شوغاث الالتي اللي هو النم نم نم هدول ال champions يعني ما 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 ادري اذا في اي champion تاني ممكن تسوي فيه نفس الشيء ابدأ بالsmite اشتري ال smite item وبعدين اشتري ال ايش هي ال green item اللي هو تحط words طبعا لا تنسى يا شباب اذا انت من ال champions اللي يستخدم ال blue smite ولا red smite smite الحمرة ولا الزرقة ما تجد تشيل smite لانه لو شلت السمite وعندك ال item طبعا ما هتجد استخدمها لانه ما في smite لانه ال slow حق السمite يجي من smite بس اذا انت كنت من ال champions اللي ما يعتمد على ال blue على هادول وممكن تاخد الخضرة وعندك حاجة بديلة لل smite زي ما قلتلك زي شوغاث وزي نونو consume مسلا ممكن ايش تسوي ممكن تبدأ بدأت ال game بsmite تشتري ال item حقه السمite بعدين تغير السمite حقتك تاخد i don't know ignite tp exhaust لو على نونو هاخد ghost يكون عندي flash ghost مسلا لو على لو على شوغاث والله نفس الشيء ghost to flash او ghost to tp او وعندك الاكل اللي تأكلها فانتهينا فتغطي لك على على النقص اللي موجود في كل الحالات ام وزي ما قلنا نقص ال cool down حق السمدر اللي انت ما اخدها ب25% فهذا يتنفع لمين لبعض لكثير من اللي يبغو يستخدموا ام سبورتس يبغو هيل ام يبغو يرسامنر سبل حقتهم يبغو يبدأ بداية الجيم ازا سبورت وبعدين يقلبها في الليت جيم احسن اه في الطوب اه كانن والا والواحد من تاخد اه ما تاخد في بداية الجيم تاخد تستفيد ان تجيب بها بعدين ترجع تاخد تي بي وتصير اندك تي بي خلاص ام 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 على اي تشامبين عامة وهذا اللي حيكون ام غريب في الرونز هادي هذا اللي حيكون مختلف في الرونز هادي ان الرونز هادي ممكن تنفع لأي احد تقريبا ممكن تسخدمها على مد ممكن تسخدمها على باط ممكن تسخدمها ما باقول حتى في بعض الحالات في بعض الادس تنفع عليهم بس ممكن مش السامنر بس الناس اللي تبقى تقلل السامنر سبيل حقتهم التايم حقهم هادي مفيدة لهم اه بعد كده عندنا الـ هادي اه ام ايش الايتم هداك اللي لما تضرب بي قلل يسوي لك سلو اللي هو الفروزن مالت هذا الفروزن مالت على صغير لما تكون عندك الايتم هادي لما تضرب اي احد اه طبعا انت رينجد ولا ميلي اذا انت رينجد تسوي له سلو من 20% ل40% لحسب الليفل اذا انت ميلي من 40% لخمسين لحسب الليفل ام وبعد كده فيها حاجة تانية كمانا بسيطة اللي هي لو احد مسوي له سلو قبل ما تضربه اه هتسوي زي الليزر هما مسمينه ليزر هنا اذا فاكرين الازرق البوكس لما تضرب واحد تيجي ايه حولهم اي احد في الرينج هداك يصير له سلو نفس الفكرة فاذا استخدمت اي واحدة من الاكتفز هذي اللي تسوي سلو وبعدها ضربت basic attack auto وانت عندك العرون هذي حيسوي اي او اي سلو لكل اللي حول ايش يعني اي او اي يعني سلو مو بس على شخص واحد على مجموعة اشخاص في رينج محدد فاهمني فبيقول لك تشتغل عليها البلغواتر الريد طبعا اللي هي الغوست الريسس غلوري الامن هذي كل اي واحدة منها تسوي سلو الاوتو تاكل اللي بعدها منها هدول هتسوي 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 تريجر للباسف التاني اللي هو الفريز اري اه ما حتكلم عنها بعد شوية لانه في في حالات التري هذي صراحة فيها مرة ممتازة اه يعني في على محددين واريكم احنا لما ننزل تحت نتكلم عن الرونز ونسوف السينرجي حقها مع الرونز تانيا الكليبتومانسي وهذي اللي فعلا يعني اباقول خربت الغيم بالضبط زي الشين يا شباب فاكني انا الشين تسوي الاوتو التاكل اللي بعدها تسوي زيادة لحين تسوي الاوتو التاكل اللي بعدها فدائما لما تلعبها افتكر انه لازم تسوي لازم تسوي كيو دابل يو اي وبعدين تضرب اوتو التاكل لو ما ضربت ما سويت الاوتو التاكل ما تنحسب لك ما تستك لك الكليبتومانسي الفكرة فيها انه كل ما تسوي ام ام وبعدها تسوي في خلال عشرة ثواني البيسيكاتاك الرينج حقك زيد 25 هذا اول شي الشي الشي التاني يا تاخد 5 جولد يا تاخد واحد من هدول ما تدري ايش نزول لك يا او ما يجي يعني مو تاخد 5 جولد وا فاذا ما نزلك ولا ولا واحد من الاتم هدول هتاخد ال 5 جولد حقك فاهمني فتسوي بعد ما تسوي الاطو التاكل الجي الرينج حقها زادتك 25 ترمو كثير تنفع كويسة مش بطالة زوت الرينج تاكة بس ما هو الرينج الكبير يمكن تفرق على اللي هما مليئة اكتر زي ما يكون لما تلعب بناسوس مثلا الرينج حقه حقه الرينج حقها يعلى لانه الرينج حقه لانه الرينج حقه يعتبر والرينج حقه يزيد كويس مش بطال فكل الحالات فيا يجيك 5 جولد يا يجيك كونسيوموبل ايتم طبعا كونسيوموبل ايتم جيك مانا بوشن هيلث بوشن سلاي سلاك هادي تنزل لك ايتم كده فيها تضغط عليها تجيب لك من 40 الى 110 بمزاجها او انك تبيعها ب65 اه اه ينزل لك وارد ينزل لك بوشن يعطيك اتاك دامج ولا بليتي باهور على حسب الشامبيون يرجع يجيك بسكت البسكت هذا يرجع لك 15% من و15% من المانا اذا ما انت انت منت مانا يرجع لك 20% من هيلث حقك يجي لك الوارد الزرقة بس رينج حقها اكثر شوية يجي لك اوراكل يجي لك كنترول وارد يجي لك جزء من الالكسر فاكرين الالكسرات لنهاية الجيم نشتريها يجي لك بسيطة منها او يجي لك هادي يجي لك يعني مثلا انت لفل تمانية يفوكل لك لفل تسعة فمسلا اقدر او لفل خمسة اقدر اجيب الت لو جاهدني هذا افوك لفل ستة قبل لفل ستة ما صرت لفل ستة بس لفل ستة طبعا لما توصل لفل ستة ما يجيك سكيل زيادة خلاص اوك ف وشي التاني في كثير فاهمين الكلاب تمانسي غلط يقولك لازم تخلي فراغ في الشنط حقتك مو لازم اي شي من هادول ينزل لك والشنط حقتك مليانة حيشتغل على طول حتى الورد الورد فين هتنحط هتنحط جنب اقرب لو شنط مليانة لو شنط ما هي مليانة هتيجي عندك اوك بيقولك ما عندهم مانا في احتمالية كبيرة ما تنزل لهم المانا ايتم يعني مثلا انت 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 ما هتنزل لك المانا احتمالية لسه ما قالوا الى الان تأكيد بالضبط عليها ولا لا بس يا خمسة جولد يا الباقي طبعا ايش فائدة الكلام هذا هذا فائدته الجولد حقك او الجولد اللي هتجيبه في بداية الجيم حيكون بما من دون مقارنة اسرع من اي شامبيون تاني في الجيم عشان كده سرنا نشوف جانك بلانك طب يسموه بانك بلانك سرنا نشوف ازريلي لعب بها سرنا نشوف سونة لعب بها سرنا نشوف دريفن لعب بها دريفن فاكريني شباب الباسيف حقته حقت اللي هو كل ما صار زياد البات لما نكتب واحد ياخد زيادة تخيل دريفن بدأ الجيم وعنده الباسيف حقته وجال سلعب بكليبتو منسي وسوي دبلي وروح اضرب وتواتك سوي دبلي وروح اضرب وتواتك سوي دبلي وروح اضرب وتواتك تجمع الف الفين غولد الف وخمسمية غولد زيادة عن الادم اللي قدامك لو انت بتكتر الناس طبعا وديقى تشتري ايتم زيادة في دقيقة 18 طبعا فالول نزل الفيديو عليها وراكم قديش يعني ورا الناس قديه غولد زيادة يجيب 1700 1800 زيادة عن الوضع الطبيعي في 18 دقيقة وخلته تجري ايتم التانية قبل الناس كلها ففي كلها الحالات هذا اللي بيقوله يعني هذا اللي بيقوله الشغلات اللي هنا في التري هذه ممكن تخري بالجيم تسوي حاجة غريبة خارجة عن المألوف وعشانك منت متعود عليها وخارجة عن المألوف حتينفجع لما تشوفها تخيل انت اي دي سي ما تقرر تسوي اي حاجة وتموت ليش بس عشان عنده الكلاب تمانسي في كلها حالات كلب تمانسي يطول عندنا هالكلام برضو حنتكلم عنها بعد شو عشان نكمل اللي فيها هادي التري الأساسية ناخد كلب تمانسي تري السانوي عندك الهيكستك فلاش فلاش ترابتيشن ولا ترابيشن بعدين البسكت ديليفيري بعدين البيرفيكت تايمين هادي بكل بساطة فلاش لما يكون الفلاش حقك في لما انت ما اخد فلاش هادي ما هتشتغل لا لا تكون اهبل تقول انا بغا روح اجيب فلاش بس احطه في السامنرس حقتي ما ااخدها لا لازم يكون عندك فلاش لو ما عندك فلاش ما هتكون موجود استخدمت الفلاش حقك من يوم ما استخدم الفلاش حقك هادي هتكون موجودة هادي تشانل ايش يعني تشانل يعني تشغلها تجلي ثانيتين كده تستنع وبعدين تطير بس ميزتها انه شغالها طول الوقت ما الكل دون حقها عشرة ثواني بس وبعدين عشرين ثانية تبدأت القيام بعدين عشرة ثواني ونيو انتر تشامبين كومبات ف رايح على الميد لين انت سابورت الستر مسلا ورايح على الميد لين او لو انت جنقلر رايح على الميد لين تروح عند الريتس وتبقى تسوي قانك على الميد لينر من النص بها تضيع فلاش تسوي هادي وتنقص وتروح تقتل واحد ما استه ارجع اخد لفة استنى عشرة ثواني تسويها تاني هتخرب القيام يعني صدقوني وانا بلعب في البط جاء قدامي يا الستر قبل ثلاثة ايام ازون ولا اربع ايام جالس ورا للتاور هو واقف قدام التاور واشوفه واقف هناك ما يتحرك زي القاب اللي ايش ده انا مقم تيش الحمار تاني معا وفجأة الاقي فوقي فجرني سوالي من قدام التاور وهو واقف قدامي نقز علي ورا التاور طبعا سوى الكمبو حقه الـ QW الـ ADC حقه جاء قتلني هو فتح الـ LT حقاته وطلع من تحت اللين فحنبدأ نحسب حسابنا انه دايما في فلاش مو فلاش اون كولداون اي احد سبورت اي احد قانكر ما اخد كليب تومانسي حياخد هادي يعني دايما اي بوش في القيم ححسب حسابك انه الرينج انت لازم تكون بعيد عنها وربعمية دايما اي بوش في القيم لو فيه الستر اعتبر انه الستر عنده فلاش 24 ساعة في القيم فافتكروها لانه هادي هتغير طريقة تفكيرنا في القيم مرة كثير ومرة ضرورية تكون انت مستعد لها اه سوى فلاش اه ما انتبهت حتى مو لازم تفتكر الـ دايما شغالة 24 ساعة كل دون حقا 15 ثانية 20 ثانية 10 و 20 فا اوكي فا we need to talk about it بعد كده عندنا البسكت ديليفري البسكت ديليفري اه هادي هادي اذا فاكرين شباب دايما نتكلم على رونز رونز مفيدة بداية الـ رونز مفيدة هادي من الرونز اللي بس تنفع لانه كل 3 دقائق تعطيك بسكوتة 4 بسكوتات 12 دقيقة يعني بعد 12 دقيقة ما عدت تعطيك بس الميزة في البساكيت هذه طبعا ترجع لك 15% of your missing health يعني انت ناقص 1000 ترجع لك 150 انت ناقص 100 ترجع لك بس 25 ونفس ونفس الشي في المانا بس تعطيك 40 مانا زيادة كاب يعني انت المانا حقك الماكسيمم 800 حتصير 840 فكل واحدة تستخدمهم حتزيد المانا كاب حقك وهذه اكتر شيء تنفع لالشامبينز اللي يبغى سستين في اللين طبعا في ناس ما يهمهم المانا وتنفع لالشامبينز اللي كل ما زاد المانا الماكس مانا بول حقه كل ما زاد الدامج حقه الشامبينز اللي ياخده تهير زي إزريل زي كاسيوبيا زي رايز ممكن يستفيدوننا طبعا الدامج اللي اللي تستفيد منه لما يكون عندك 40-40 40-40 160 مانا زيادة ولا شي يعني ثلاثة ثلاثة اي بي اظن اثنين ونص اي دي ماهو زيادة الكبيرة بس 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 مفيدة شامبينز وداو مانا رستور 20% هذا ما تاخده اللي عشان فاكرين stopwatch اللي خلت الناس كلها في الجيم ممكن يصير عندهم زونيا مرة واحدة في الجيم بعدها يصير لابروكن هذا تبدأ الجيم عندك stopwatch بس ما تشتغل إلا بعد 6 دقائق وقيمتها لو تبقى تبيعها قبل ما تشغلها حتقر تبيعها بـ 300 لو بعتها بعد ما تستخدمها حتبيع بـ 180 أو 140 سوري مش 180 مانا فاكر رسعار بالضط بس بس الميزة فيها مو بس انه تبدأ بـ perfect prime يعني أشتريت أيتم قيمتها 300 بدل ما قيمتها 600 شاء الله بتسوي أبغريد بعدين لـ guardian angel ولا زونيا ولا القرغويل حيكون أرخص إنك انت تشتري الأيتم اللي بعدها بس انت بتقول أنا أول 6 دقائق في الجيم أنا ما أبغى استفيد من الرون هذي الميزة الثانية الأساسية فيها إنه تنقص لك الـ cool down حق الأيتمز هذي نبغى نفتكر يا شباب كم رون حنمر عليها تنقص الـ cool down حق الأيتمز هذي واحدة زونيا آورغلاس آآ جارجويل وزي ما قلنا الـ stone plate فإذا أنت من الـ champions اللي طبعا على goal freak الأيتم هذي قيمتها أكتر من 300 ليش؟ لأنه أنت ممكن تسخدمها في حالة أنت حتموت فأنت كان هتخسر 300 ولا يفوز عليك لا أنت قمت جبت أخذت 400 زيادة ويمكن قتلت كمانا فالقيمة الفعلية حقتها أكتر من القيمة حقها الأيتم بس في كل الحالات الأيتم لو استخدمتها في الوقت الصحيح ممتاز جدا لو استخدمتها في أي وقت زبالة ما حتستفيد منها إلى غير أنك أنه والله ممكن تستفيد أنك لما تسوي أبغريد بعدين للأيتمز الثانية من يأخذها؟ كل الشامبيونز اللي يبغو يبغو يجيب زونيا من بدري بلعة الـ game يبغو يجيب Guardian Angel الثالث آيتم والثاني آيتم طبعا نجنقل رسالات أربعهم يعني في حالات كثيرة نشوف مثلا اللي سن تاني آيتم والثالث آيتم يبغو يجيب زونيا يبغو يجيب سوري الـ Guardian Angel طبعا لو يبغو secondary ممكن يأخذها secondary مش لازم primary ثانوية مش الأولية فممكن تأخذها على كل الشامبيونز اللي يحتاجوا الآيتم هادي مبدئيا أو ما أبغى الآيتم هادي بس أبغى الكولداون الزيادة أو أبغى الـ Stopwatch أستفيد منها وبعدين أبيها بـ 140 فممكن تأخذها لو ما عندك يعني ما تقل تشتري مثلا أنت من الناس اللي الـ Hextech Clash ما يفيدك أنت من الناس البسكت دليفري ما تفيدك خذها وروح بيعها بعد ما تستخدمها استخدمها وبيعها جبت 140 جول ببلاش فعامة كخيار Perfect timing تقريبا أحسن الخيارات بعد كده عندنا الخطة الثالث اللي هو الماجيك الفوتوير الفيوتشورز ماركت والمينين ديمة الماجيك الفوتوير هادي من يمكن يعني دايما في كل تريف أكريين شباب نقول في رون دايما مرة كويسة في السوسري كانت السلالتي في الدومنيشن كانت الدومنيشن يمكن ما هي ما تريز اللي فيها 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 والريزولف فيها فكروني أنا فاكر اللي كان مرة كويسة كانت جدا ممتازة غير اللي هو فيها من أحسن اللي ممكن تديك في القيم وممكن تستفيد مرة شان طبعا الميزة الميزة اللي فيها انه من يوم ما تدخل القيم تعطيك الايتم الايتم هادي هي بعد عشرة دقائق تتحول للفيت لفل واحد البوتس لفل واحد اوكي فاول عشرة دقائق في القيم ما تقر تشتخدم بوتس فضروري تشتخدم الاتشامبيونز ما يحتاجوا اللي هما بوتس في أول عشرة دقائق وحنا نتكلم عنها بعد شوية طبعا الميزة العساسية اللي فيها انه والله يقرف سلو ماجيك البوتس في عشرة دقائق البوتس هذي حتزود لك زيادة عن الموفمونت سبيد حقة البوتس زايد عشرة فانت اي تشامبيون تاخده لما تاخد البوتس الاساسية اللي فيها هتزيد عاد خمسة وثلاثين موفمونت هتزيد هذي معها خمسة واربعين فها لما تسوي لها لفل تو هيصير دائما عندك الموفمونت سبيد حقة السوفتنس بس انت تشامبيون تحتاج تشتري البوتس حقة السوفتنس اللي تطيق السرعة زيادة وتقلل سلو حقتك مو شرط تاخدها لانه هادي ممكن تاخد الرون هادي وتروح تشتري نينجا تابي ولا برزيركر وتاخد الموفمونت سبيد الكبيرة وتاخد ستات حقة الجزمة التانية فالفكرة فيها انه واحد تأتيك موفمونت سبيد زيادة على كل الشوز اذا انت من الناس اللي تاخد السوفتنس بوتس ما عاد يحتاج تاخد بتاخد اي بوتس ثانية عشان تستفيد من الستات ما عاد السلو طبعا يعني انا جن جن كنا نختار عليه بوتس الدماغ ضرب عشان تبجيك الموفمونت سبيد بوف وعشان السلو ولا عشان بعد ما تسوي كريد تطير مرة بسرعة ما يحتاج تاخدها تاخد هادي وتروح تاخد نينجا تابي لو قدامك اساسينز كثير تاخد برزيركر عشان تزود الايدي حقك زيادة تاخد تاخد الميركريز عشان والله يقدامك زيادة ولسه تصير عندك نفس الموفمونت سبيد اللي كانت تاخدها من الشوز عليك والميزة الثانية اللي فيها انه لما نسوي لها ابغريد هيكون الابغريد ارخص بخمسين فاهمين فافتكروا انه هادي الشوز كثير ما هادي الرون كثير ما هم طالعين الناس ما هم شايفينها ما هم عارفين انها موجودة وما هم يعطينا حقها لانه لسه نايمة ما حد تفاهمها اوكي تكروا الرون هادي مرة خربانة بالذات اذا انت تلعب بشامبيون اا يعتمد على اا على بوتسوف سوف بعد كده عندنا هذا بكل بساطة اا بعد اا بعد ديكتين في القيم عندك مية وستين بعد اوكي بعد ديكتين في القيم عندك مية وستين موجود زيادة تشتري بي لو انت في جيبك خمسمية لما ترجع تشتري هتجتري بستمية وستين وكل خمسة دقائق هيزيد قدت لمدة عشرة يعني عندك في البنك كده زيادة فلوس تجتري منها طبعا كل ما تستخدمها ياخدوا منك خمسين بس خمسين ما هو ضروري طبعا اللي حلو فيها انه في الدقيقة تلاتمية مسلا او الدقيقة تلاتين في القيم عندك تلاتمية هادي هادي الرون ممكن تعطيك الميزة فانه انت ترجع وتشتري ايتم او تكمل الايتم على الادم اللي قدامك اللي هو لسه ماكملها انا اي دي سي وقدامي اي دي سي فارمانة زي بعض ما احد عندنو كلات انا عندي ميتين قولد زيادة اشتري بي بتخيل رجعت وكان بقي لي على الميت قولد الزيادة والميتين قولد الزيادة انا اشتريت هو لسه ما اشتري رجعت افجر امو ليش لانه دايما عارفين اللي هو في اخر الاخر ايتم عشان تكمل ايتم دايما تخلي الايتم مرة جحشة كبيرة في كل الحالات فيوتر ماركت كويسة لو ما تبغى ماجيك الفوتوير لانه ماجيك الفوتوير حاليا احسن شي في الخط الفكرة اللي فيها انه اعتبرها كده طبعا اتبعا اتبعا ما هو مرة كثير انه زي ما قلنا عوالي تلاتمئة واربعين بس انت تأخر يعني الماجيك الفوتوير في دقيقة عشرة انت تجيك القولد فاليو حقتها هذه في دقيقة عشرة ما تبديك زي هذيك في دقيقة عشرة كم حتك هتك مية وخمسين بعدين خمسة كل دقيقة هذي عشرة دقائق خمسين حتكتك ميتين قولد بس وفي المقابل هذي بتعطيك حواليا وربعمية وخمسين في كل حالات ماجيك الفوتوير إذا ماستخدم ماجيك الفوتوير هذي ممكن تنفعك زي اللون بنلعب إز أنا بلعبها بهذي مسلا لأنه ماحتاج ماجيك الفوتوير المينيون دي هذي سبل زيادة حتكون عندك تقل تستخدمها عشان تشيل مينيون ايش الفكرة فيها او ايش استخداماتها ما بنشوفها مرة كتير لأنها مرة ضعيفة حاليا بس عامة استخداماتها كويسة في بعض الحالات طبعا الفكرة اللي فيها انه تقل تشيل بيها مينيون ولما تشيل بيها مينيون اي مينيون بعدين مثلا شيلنا كانوا المينيون اي كان مينيون بعدين اضربه الدامج حقي على الكامل مينيون انا الدامج العادي هيشير ازود باربعة في المية اغنست المينيون هذك اوكي فايش الفكرة فيه انه والله ابغى سهل اني اكتل مينيون واحد اثنين انا قدام واحد ما يخليني اقدر افرم فممكن تساعدني على التفريم طبعا ممكن تاخد بيها اي مينيون ممكن تاخد بيها الرينجد مينيون ممكن تاخد بيها الملي مينيون وممكن تاخد بيها الكانون مينيون طبعا يفضل انك نعمل استخدامها على الكانون مينيون طبعا ما تشتغل الا بعد اول 155 ثانية في الجيم يعني بعد دقيقتين ونصف تقريبا يعني اول دقيقتين ونصف قلتستخدمها. بعد ديكتين ونصلي قلتستخدمها آآ على ستة مينيون فقط في الجيم. آآ فبرضو من الرونز اللي هي مفيدة في في بداية الجيم. في ايش تسوي? تروح مينيون تشوف الكانون اصروفها عليه. ببلاش وانت بعيد يعني الرينش حقها كويس صراحة. فيكي تقلت تاخدها تسوي له ابزورب تاخد الجولد حقه. وبعدين اي دامج تسوي على المينيون هذا نفسه انت تسوي دامج زيادة. فتسهل لك السياسة. طبعا متى تاخدها? آآ بس لما ما انت قادر تفرم. يعني انت عارف الماتشاب حقك الادم اللي قدامك حيفجرك ما هيخليك تفرم. وتبغى تعود شوية ممكن تاخدها. ممكن. حاليا هي متساوين في السوق. عدد الناس اللي بيشتروها اقل من واحد اتنين في المية في فمرة قليل. ما ما نشايف لها اي معنى ان واحد يشتريها دي حين. وفي ماجيك الفوتوير بالحجم هذا. الا ذاك انت ما اشتريها. الخطة الثالث الرابع والاخير اللي هو الكوزميك انسايت. الابروتش فيلوسيتي والسلستي البعدي. هذي تلاتك خمسة في المية مياه سي دي ار. خمسة في المية ماكس سي دي ار. خمسة في المية سامة لنا رسماء سي دي ار. وخمسة في المية ايتم سي دي ار. بكل بساطة تزود لك CDR أو تنقص لك الوقت حق الابلتيز وتنقص لك الوقت حقها السامنرز وتنقص لك الوقت حقها الايتمز طبعا الاكتف وتزود لك الماكس CDR يعني CDR حقك الماكس 40% سويه 45% وهذا تنفع على مرة كثير ما يحدث ينتكلم عنه اي تشامبين اعتمد على الابلتيز تنفع عليه بالذات لو هو ما اخذ ايش لو هو ما اخذ انسيلد لو هو ما اخذ perfect timing لو هو ما اخذ برضو magical footwear اصلا ما في فعادة تانية واخذ هذه تبتخيلين كم سامنرز سبل سيديار عنده صار سامنرز سبيل سيديار عنده 25% من هنا وعنده من هنا 5% أو 10% فصارت 5% فصارت 30% سامنرز سبيل سيديار ما اخذ من ما اخذ من ال perfect timing خمسة في المية ومن perfect timing 15% يعني 30% فالشغلات هذه في الجيم ممكن تجيبها بالطريقة مرة حلوة ويبدع تزود السيديار حقك على الايتمز يعني انت تلعب سونا ولا تلعب سوراكا ولا تلعب واحدة من الشامبيونز هدولا يكون عندك كمية سيديار على الـ Redemption مو طبيعي Redemption دي قاستخدمها بعدها على طول انت بتلعب فيز في المد الـ L2 حقتك تسويها وزونيا تسوي الكمبي حقك وتفك زونيا وترجع لك زونيا بعدها ب40 ثانية بس بدل ما تستنى دقيقة ونصرة دقيقتين فالشغلات هادي تبدأ تخلي الناس تفكر تبدأ تخلي الناس والله يفكروا في في طرق جديدة ما حد كان بيفكر فيها طبعا برضو Stacks مع Ultimate Hat عشان الـ Cooldown Reduction عشان الـ Cooldown Addition ففي كذا طريقة ممكن تستفيد منها من الـ Runs هادي من الـ Cooldowns هادي ببداعها يعني بس يبغالك تشغل مخلق شوي بعد كده عندنا الـ Approach Velocity Gain 10% Movement speed towards nearby allied champions that are movement impaired or enemy champions that you impaired يزيد فاكرين سراكة يا شباب سراكة لما تجري لخويها وعنده health واطي تقوم يجيها كده بف سرعة نفس الشي هادي الفكرة انت لو عندك الـ Runs هادي السرعة حقتك على أي champion سر له impaired إيش يعني impaired يعني سر له slow سر له stun سر له knock up أتبطأ أتسرع أطار في الهوى سر له stun حتزيد 10% فأي واحد تسوي له slow أو أي أحد في الـ Team يسوي له slow انت تسير شسمون سوري أي واحد تسوي له انت slow أو انت stand أو حتيجرة تلحقه أي واحد من خويانك يسير له slow حتزيد المovement speed حقتك وانت بتجه ناحيته فرايح انت بتجري في Team Fight والتيم الثاني بطأ التيم حقك انت تزيد سرعتك رايح انت في Team Fight وانت بطأت العادة حتزيد سرعتك في Team Fight طبعا هذي في الباتس الجيد اللي هو 7.24 شايف فيها تغيير حيصير مو بس على على الشخص اللي انت تسوي له على أي أحد يسوي لأي أحد أوكي طبعا ما نزل لما ننزل نتأكد في كل الحالات تروح على خوية اللي صار له slow ولا stand حتصير أسرع تروح على enemy على enemy انت سويت له slow ولا stand حتصير أسرع طبعا لما نفكر فيها هذه خلينا نقول انا جالي سلعب بash kdc ash فاكرين الباسف حقها كل auto تسويها لنقص المovement speed صح يعني تسوي impair يعني تسوي slow بكل بساطة فash تسوي auto تسوي slow glacial عشان عليه slow طبعا لازم active حزيد اللي عليه كمان ب40% غير انه والله طبعا ممكن تاخدها secondary مش لازم تاخدها primary بس 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 فكر فيها انه والله أي أحد عنده وهادي سويت له على التيم كله التيم حق كله يصير عنده movement speed اوكي ففي champions تنفع عليهم بطريقة صراحة مرة كويسة وجدا مفيدة على champions كثير زي support وزي اللي عندهم utility كثيرة اللي عندهم cc كثير وال support وال وليدي سيز اللي عندهم اي شخص عنده عنده سجواني في الجنغل مرة كويسة عليها في top على slow حقته والتبطية حقه بط زي ما قلنا في ash الستر كويس عليه يعني يمكن سونا انا افضل cosmic insight عن هادي بس عامة كلهم حلوين وكويسين بعد كده عندنا celestial body فاكريني شباب لو انت ما اخد primary inspiration secondary resolve حتاخد 145 health او انت ما اخد اساسية resolve secondary inspiration انت ممكن تاخد هذه فهذه بس تاخد تزودك 100 health زيادة بس تنقص الدامج حقك على champions وال monsters champions يعني لما تضرب champion الدامج حقك اقل 10% لما تضرب jungle monsters الدامج حقك اقل 10% الين دقيقة 10 بعد دقيقة 10 ينفتح من يوم ما قل لك 10 بالبئة دامج اقل على champions 10% دامج اقل على 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 الجنجل فأول 10 دقائق على طول الجنجل لازم ما تنفعلهم على طول مجز يمكن ما تنفعلهم اللي دا كان تنفعل التانكس اللي هما اعتمدوا على وتنفعل اللي هما تانكس الستر ليونا خد لانو انت عندك 145 زائد 100 من اول ما تبدأ الجيم يا شباب في تفقية فالفكرة فيها زي ما قلت لكم طبعا تأخذها طبعا ما ما تبغى يمكن تبغى اذا على ليون اخذ ايرون سكل على اسبر عبات وتاخد معاها انفلنش احسن او والله بدل تاخد اوفر احسن شيء في الخيار هذا تسير مرة تانكي في بداية الجيم تانكي بطريق جحش مو طبيعي تنفع لما انت تبغى تلعب مو مو بافس وممكن تاخذها مع السوري مع السكندري فيكون عندك سوي لهم سلو ويكون عندك ويكون ما باقول ووتر ووكين لانه ممكن يعني في الحالة هذه طبعا اذا بتلعب بجنغل مو شرط ممكن ساو مانر حتى ويصير تلعب زي كده لو انت بتلعب ب ام طبعا ما باقول لو بتلعب الهورسي اللي هو هيكرم هيكرم يفضل عليه بس اي تشامبيون يحتاج تخيل قديش الموهومن سبيد اللي عنده الماجيك الفوتوير زودت الموهومن سبيد عشرة الابروتش فلوسي زودت الموهومن سبيد حقتك علي احد بطأت ولا تبطأ ولا اي واحد من خيانك سليريتي اربع في المية موهومن سبيد زيادة الووتر ووكين وانت فوق الموية تاخد 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 دامج زيادة سوري تاخد اي دي اي بي زيادة وعندك خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين موهومن سبيد زيادة موهومن سبيد مهولة مرة مهولة عشرة في المية زائد اربع في المية زائد خمسة وعشرين زائد العشرة من البوت حتصير طيارة فليه بقول لكم لسه ما احد عارف التري هادي ولسه ما شفنا الخزعبلات هادي في القيم بس هنبدأ نشوفها قريب التري هادي خربانا وحتخرب القيم بشكل حلو طبعا ان شاء الله قبل ما يبدأ سيزون حيعدلوها كلها بس ممكن تشوف واحد جنبك ماشي طاير انت تمشي وعندك وهو بس مو يجكر يشطح قدامك كده يمشي لاخر الدنيا وانت جايز تلحقه ادفك ايش فيه يعني طبعا على حسب اللي بتلعبوا مثلا لما بلعب تحت اخد كلب تمانسي اخد بيرفيكت تايمينج ولا حتى بسكت ديليفري اذا بزود دامج حقي عشان التير زي ما قلنا الماجيك الفوتوير اكيد مية في المية وبعد كده هتاخد اللي هي الكوزميك انسايت عشان تساوي ده سي دي ار لانه انت انا كائز تعتمد على عبيرتيز كثير فتنفعك مرة كثير وبعدها هتاخد ترايمف والليكريتي اذا انت بتلعب سونا هنقول اوكي نهكستك لا بسكت ديليفري كويس عشان زود المانا حقتي ما احتاج التانية ماجيك الفوتوير برضو بنفس الطريقة ممكن حتى عليز ممكن عشان عندها البف عشان عشان حقتها فممكن تاخد هذي نفسها بس تروح على والله نقول ممكن ممكن مانا فلو باند وسكورتش عشان ابغغى سوي دامج زيادة في بداية القيم وبغير دي مانا مطبيئية لو بغى لعب طبعا انا ما افضل عليها انا افضل اش اسمه تروح على اش اسمه هي تروح على بس موجود تروح برضو بنفس الطريقة تلعب ممكن احسن بعدين ماجيك الفوتوير اكش ولا ابغى فلوس في البنك زي ما احنا بنقول طول الوقت وبعدين مر كويس عليه لانه دائما يسوي بل بل حقته وال حقته اظن برضو يشتخدم بعد كده يروح على ابغى زود حقي يعني تعرف حقه مر رواطي وممكن تختار ايرون سكن ولا شل وممكن تختار نوب ما في ان فلنش اذا يبغي شي ممكن او ممكن حتى بنفس الطريقة تلعف الانسباريشن في كل الحالات الخيارات تتراوح وتتفاوت على حسب طريقة لعبك وعلى حسب امكانياتك وعلى حسب فكرك فابواك دائما التري هذي سواء اخدتها اولية ولا ثانوية تفكر يا كويس سونا الحين كل الناس بيلعبوها مثلا بيروح 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 بعدين والله بعدين بيروح بياخد لك طبعا اذا كان يبغى مع انه ما اظن صراحة مرة ضرورية انا افضل ممكن وياخد عشان يزيد عشان يزيد على حقه لولو تقريبا برضو نفس الشي في نفس الفكرة فممكن تلعبها كده وممكن تلعبها والله لا ابغى وزي ما قلنا لا تنسوا يا شباب انه لما تاخد السكندري حقتك تعتمد على حسب السكندري اللي بتاخدها فريكاب ع السريع نقص السومنر سبلز حقه الكل دون حق السومنر سبلز وتقر تسوي وتقر تسوي سواب لسومنر سبلز تغيرها في نصر الگيم القلاشي الاوغمنت تسوي سلو للأدم اللي قدامك لابتو مانسي تجيب او لجيب ايتم زيادة مرة كثيرة في دات الگيم عندنا الفلاش في اي وقت الفلاش حقك في البيشك اللي هو تقر تسوي ساستين في اللين وتزود المانا ماكس حقك عندك اللي هو في بداية مرة واحدة وتبيع و تنقص على الايتم اللي هي تصير منها بعد كده عندنا و زي ما قلنا تزود السرعة حقتك على ما تاخد دقيقة عشرة بعد دقيقة عشرة تاخد لك بوت والبوت هذا في عشرة زيادة وتنقص على البوت اللي بعده وتقر تختار لو انت من الناس اللي يختار دائما اختار بوتس ثاني خلاص انه هادي عندك تقر تشتريها بعد كده هذا اللي هو تاخد لما تكون ما تقرأ تفرم تسهل لك تفرم ما يوزي للصراحة ما منها فايدة عليا تنقص تزود خمسة في المية خمسة في المية خمسة في المية خمسة في المية على كل حاجة تقريبا في الجيم لما تمشي على خويك هو صار لسلو تصير أسرع لما تمشي على واحد انت بصير تصير أسرع و تزود حقك من بدات الجيم مية بس تنقص دامج حقك على البقية عشر رف مية وكده يا شباب نكون خلصنا كل الرون زبال الله الحمد إذا عجبك الفيديو هذا سوي سبسكرايب فولو في تويتش سوي ستريم يومي في تويتش في يوتيوب تانكيو سو متش ويعطيكم الصحر آفيا ونشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو القادم وإلى اللقاء وان